درجات الحرارة اليوم تصل إلى 29 درجة مئوية وموجة حارة تضرب محافظات الجمهورية وذروتها اليوم ولكن هناك تحذيرات من تقلبات جوية والأرصاد تكشف عن موعد عودة الأمطار وانتشار الرياح القوية فما هي حالة الطاقس اليوم وما الذي يحدث في حالة الطاقس خلال الفترة المقبلة ومتى سينقلب الطاقس وتتساقط الأمطار هذا ما سنوضحه لحضراتكم من خلال تغطيتنا الجوية كما سنستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم مشاهدين أن يجدد الترحيب بحضراتكم توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير طاقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أيضا مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية بينما يسود طاقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر وذلك على أغلب الأنحاء أيضا أشارت هيئة الأرصاد الجوي إلى أننا نشهد خلال هذا الأسبوع ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة وذلك على كافة الأنحاء وكشفت عن أن ذروة الموجة الحرة تكون اليوم الأربعاء حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 29 درجة وعلى الصعيد إلى 37 درجة كما نوهت إلى أنه اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل سوف تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددا وذلك وسط وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة وننتقل لمتابعة أهم الظواهر الجوية المؤثرة في طاقس اليوم توقع الخبراء نشاط للريح وذلك على مناطق من القاهرة القبرة والوجه البحرية والسواحل الشمالية على فطرات متقطعة كما حذروا من الشبورة المائية وهي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هذا الأسبوع وقالوا أننا نشهد تكون الشبورة المائية تصل إلى حد الضباب وذلك في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية للكاهرة والوجه البحرية والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية كما نصحت الهيئة قائد المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الطاقس السيئة وأوقات انتشار الشبورة مع ضرورة الالتزام بتعلمات رجال المرور والقيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة المائية وذلك لأنها تعد إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات وأيضا على حركة الملاحة الجوية الطيران باللسبة لحالة البحرين اليوم فحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع المكفي يصل من متر ونص إلى مترين والرياح السطحية الشمالية جنوبية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع المكفي يصل من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية الشمالية غربية واعتباعا لتحذيرات هيئة الأرصال فقد حذرت من حالة مرتقبة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويصاحب سقوط أغطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد أيضا حذرت من نشاط الريح وسيكون على مناطق من شمال وجنوب البلاد اعتبارا من مساء يوم الأحد المقبل والذي سيوافق 17 من شهر مارس وقالت أنها تتابع عن كذب هذه الحالة الجوية المرتقبة وسوف تصدر وصفا تفصيليا للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية وعند اقتراب الفترة الزمنية وذلك لضمان ضقة وجودة التنبؤ كما أيضا حذرت من الانخداع في حالة الطاقس حيث أن فرق درجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار يتجاوز أحيانا 10 و15 درجة مئوية ولذلك نشدت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال شهر رمضان وعدم تخفيف الملابس نهائيا لأنه مزال الطاقس متقلبا حتى نهاية شهر إبريل المتر من جانبها أيضا أكدت الدكتور منارغان معضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية أنه خلال هذه الفترة هناك نسبة رياح شديدة على بعض المناطق ومتوقع أن تكون مثيرة لرمال والأتربة وحذرت أيضا من الانخداع في سطوع الشمس وذلك خلال ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة الذي وصفته بأنه ارتفاع مؤقت مؤكدة على تغير حالة الجو بمجرد غياب أشعة الشمس لنشهد طاقس شديد البرودة ليلا وأيضا في ساعات الصباح الباكر وذلك على كافة الأنحاء أيضا وضحت الدكتور منارغاني أن ما تشهد هذه الفترة من السنة البلاد من تباين في قيم الحرارة في ساعات الليل والنهار فهو مرتبط بالكتل الهوائية الصحراوية وبالتالي تشهد فترة النهار دفئا بشكل كبير وفترة الليل تشهد برودة شديدة وبخاصة في المدن الجديدة والمدن المفتوحة وقالت أن البلاد خلال هذه الفترة تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر في معظم محافظات الجمهورية إلى جانب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع شعة الشمس ما قالته الدكتور منار غانم أكدته أيضا الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية وحضرت من تخفيف الملابس بسبب الارتفاع في درجات الحرارة وأشارت إلى أنه سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل على أن تعود للانخفاض مرة أخرى يوم السبت المقبل كما لفتت إلى موجود انخفاض جديد في الطقس سيبدأ من السبت ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل وقلت بالنص للمواطنين ما زلنا في فصل الشتاء ويجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس دون نوه أن فصل الشتاء ينتهي رسميا يوم 21 من شهر مارس وبعدها نستقبل فصل الربيع والمتوقع في أن تكون فيه هناك أمطار والآن دعونا نوضح لكم بين بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة 27-14 شرم الشيخ 29-18 الإسكندرية 23-14 الأكثر 35-15 أسوان 36-19 سانت كاترين 21-8 وأخيرا رفح العظمة 26 والصغرى 9 درجات هذه كانت تفاصيل حالة الطاقس المتوقعة اليوم وبيان هيئة الأرصاد الجوية وأيضا التحذيرات والنصائح التي تم توجهها للمواطنين بشأن حالة الجو انتهت تغطيتنا الجوية تمنياتنا بالسلامة للجميع ونؤكد على ضرورة متابعة نشرة الجوية بشكل يومي لطبعا معرفة حالة الطاقس وعدم التعرض لنزلات البرد تمنياتنا بالسلامة للجميع انتهت تغطيتنا شكرا لكم وإلى اللقاء